بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل في هذه الحصة الثانية من الدرس الرابع لمقرر الديناميك الحرارية ولي عنوانه Energy Analysis of Closed and Opened System بداية راح نواصل للتعريفات اللي راح نسواها ان شاء الله عشان نستعين بها لإظهار القانون الأول الديناميك الحرارية للنظام المفتوح بداية هذه التعريفات في هذه الحصة Mass Fluorate وهي The amount of mass flowing through a cross section per unit time فهي كمية الكتلة التي تمر من خلال مساحة معينة في زمن معين تسمى Mass Fluorate وتم اتخاذ M. كسامبل إليها M. تساوي density في velocity في AC فهنا ρ هي H هي density ووحدتها kilogram per meter cube V هي average of velocity والوحدة حقتها meter per second AC هي H the area of the cross section ووحدتها هي meter مربع فإذا الوحدة الأساسية M. mass flow rate هي H تصبح لي kilogram على متر مكعب في متر على second في متر مربع راح تساوي المتر مربع المتر راح تروح مع المتر مكعب فتقعد لي H تقعد لي kilogram per second وهي القيمة اللي مكتوبة هنا باللون الأخضر التعريف الثاني في هذه الحصة اللي هو volume flow rate ويعبر عنه بH يعبر عنه V dot يساوي velocity أو average velocity في AC الوحدة حقته H مع أنه velocity هي meter per second والAC هي متر مربع فتصبح الوحدة متر مكعب per second هنا نلاحظ أنه في علاقة بين H بين volume flow rate والmass flow rate بما أنه mass flow rate يساوي H يساوي rho في V average في AC فهذا يعني أنه هذا يساوي density في V dot فالmass flow rate يساوي density في volume flow rate زي مكتوب هنا التعريف الأخير في هذه المحاضرة اللي هو H راح نشوف كلمة steady flow process The term steady يعني لH emplies No change ما في تغير في الزمن فيعني أنه الحالة مستقرة We're dealing with steady flow process يعني عندما نتحدث على حالة مستقرة We are interested in the amount of mass flow rate M dot هذا يعني أنه كمية الكتلة التي تخرج هي نفسها كمية الكتلة التي تدخل للنظام نهاية أود طرح سؤال ما هي العلاقة التي تم إظهارها في هذه المحاضرة بين mass flow rate والvolume flow rate تحوالي تحوالي شكرا؟ جزيركز